السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله والأمين وعلى آله وصحبه ونواله إن شاء الله حلقة الله حلقة 158 كفال 158 وفد تجيب وفد تجيب وفد تجيب وفد تجيب رف مالذح وقد تجيب وفد تجيب تجيب فرح من قبيلة كندة وقد جاء هؤلاء بصداقات قومهم مما فضل عن فقرائهم فصر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم مثواهم وقال أبو بكر رضي الله عنه ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا فقال صلى الله عليه وسلم إن الهدى بيد الله فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان الوفد اللي رب اندو وفق يوم وتوم فارعتم لهم تجيب فارعتم من قبيلة كندة قبيلة عباي ولهم هيني بصداقاتنا يوم مطأ من زيادة لترفاه ومن فقراء لنا يوم مندهبو وحقهو ترفق لهم وما لهم مندنس أو مطأو والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم يوم أكرم مصواهم أبو بقر يابي لأني والله يوفد ما أرد послед вокerificant يكن أقول لهや telephone والنبي صلى الله عليه وسلم من عرب كلهم الذ Regional والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الهدى بيد الله أراد به خيرا شرح صدره للإيمان إن الهدى بيد الله أراد به خيرا شرح صدره للإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كنسلا ق Kurt وقال ربي لفضل اللهيب وفضل ربي العالمينتو ورب خير اللهيب قالوا نحروا وسدروا ولبوا بالإيمان فتحوا بالاشرح وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها ثم أرادوا الرجوع فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل ما كان يجيز به الوفود وسألهم هل بقي منهم أحد قالوا قلام خلفناه يرحالنا هو أحدثنا سنا قال أرسلوه فأقبل وقال يا رسول الله أنا من الرحض الذين أتوك آنفا فقديت حاجتهم فقديت حاجتهم فأخذ حاجتي قال وما حاجتك قال تسأل الله أن يقفر لي ويرحمني ويجعل غناية في قلبي فدع له بذلك وأمر له بمثل جائزة أصحابه فكان أقنع الناس وثبت في الرد على الإسلام وعذ قومه فثبتوا عليه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الوفود للي السؤول على وصلى الله عليه وسلم عندي بقرآن ومن سنت ولتعلم والنعنوا والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسبناكم دلع قبلو نبي صلى الله عليه وسلم جهز يوم هديتهم هبا يوم وسعرح يوم أبا قاس يوم يريد أن تنجيها بشكل أفضل بها تحديث تلسل مباشرة فهي أصليتهم يجب أن أتصل إلى الأخير مما يحصل إلى الأن مما يحتصل إلى الأشيار مما يتصل إلى الأن ويجب أن أتصل إلى الأعلى ومما أتصل إلى الأخير ومما أتصل إلى الأبيس سألت هنا إلى الأخير فإن أ sucker قبل بحث من قد تعتقد أدبه لي ميت حياتك معاهي سلعل الله عليه وسلم أدعيه يا ربي اغفرني وكناية تلبية تلبية لديها تلبية والإدعاء وعطائهم وتعاله وعطائهم وتعالوا عنهم وعطائهم وكما أصبحت بطاقهم وكما أصبح توافا صلى الله عليه وسلم في زمن أبو بكر في غلافة أبو بكر ردتكم صلى الله عليه وسلم حصلت اللي كان سابتا ولا قوم لنا إلى مجتمع ودعاوا سنوات أقلهم ويثبتوا يوم الله سبحانه وتعالى بل ما كان يفوت الربي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقص صيبه اللي وفدنا يتجيب وبيللي انتهى أذي بأقول هو وفد بني فزارة كمان اللي قلني رأيته وفد بني فزارة جاء هذا الوفد بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك في بدع عشر رجلا مقرين بالإسلام وهم مستنون فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فشكوا جذبها وقالوا فأدعو الله لنا ربك يقفنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك فقال سبحان ويلك هذا أنا أشفع إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا وفدنا بني فزارة ورب اللي شفع قلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دلام وقيس ورحمته بيوم اللي وفدنا يا فزارة برضو كمسل على هذا وفدنا يا نجران دي ونجران وفدنا يا جران نجران منطقة كبيرة على حدود اليمن طولها مسيرة يوم للراكب السريع كانت تشتمل على ثلاثة وسبعين قرية فيها عشرون ومائة ألف مقاتل كلهم على دين النصارى نجران في السعودية هذا الهدى جنوب المملكة الهدى ومرته وديب حدود اليمن الهدى ومسافتها ريامتها طولها مسيرة يوم كامل اللي نجران لغيستو وعلى بعد ثلاثة وسبعين وكمان يعني ثلاثة وسبعين قرية على ديبا لمدينة العباء اللي نجران كلها ومائة وعشرين ألف مقاتل على ديبا مائة وعشر ألف مقاتل على ديبا كل من ينصار على وفكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقفهم يدعوهم إلى الإسلام فلما قرأ الكتاب فلما قرأ الكتاب فزعا واستشارا خاصتهم ثم عامتهم فاستقر رأيهم على إرسال وفد يعالج القضية فأرسلوا وفدا يتكون من ستين رجلا فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسوا حللا من حبرة يجرونها وأردية من حريض وخواتم من ذهب فلم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليهم بعد كبار الصحابة أن يغيروا حلالهم ويدعوا خواتمهم ففعلوا فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعكم عن الإسلام ثلاثة عبادتكم الصليب وأكلكم لحم الخنذير وزعمكم أن الله ولدا قالوا فمن مثل عيسى خلق من غير أب قالوا فمن مثل عيسى خلق من غير أب فأنزل الله في ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة فطلبوا منه فرصة واستشاروا فيما بينهم فقالوا إن كان نبيا ولا عناه لا يبقى مننا شعر ولا ذفر إلا هلك فرضوا بإعطاء الجزية وهي ألف حلة في صفر وألف حلة في رجب مع كل حلة أو قياه وجعل لهم الذمة والأمان والفرية في الدين ثم قالوا أرسل معنا رجلا أمينا فأرسل معهم أبا عبيد عامر بن جراح فسمي بأمين هذه الأمة وفي عودتهم إلى نجلان أسلم إثنان منهم ثم بدأ الإسلام يفشوا فيهم حتى أسلم جمعا منهم وفدوا أهل الطائف سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسر أهل الطائف بعد قزوة حنين ثم تركهم في أماكنهم ورجع فلما رجع تبع ثره عروة من مسعود الثقافي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم ثم رجع ودعا قومه إلى الإسلام وكان حب إليهم من أكارهم فظن أنهم يطيعونه ورموه بالنبل من كان جانب حتى قتلوه ثم اعتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب فبعثوا عبد ياليل بن عمر ومعه خمس آخرون من أشرافهم وذلك في رمدان سنة التسعة الجرية فلما قاموا المدينة ضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا سلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام وهم لا يسلمون حتى طلبوا منه أن يسمح لهم بالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأن لا يهدم اللات ويعفيهم عن السلات وأن لا يكسر أسنمهم بأيديهم فأبى وأخيرا رزخوا له وأسلموا واشترطوا أن يتولهوا بهدم اللات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا فقبل ذلك وكان عثمان إن أبي العاص اتقى فيه أسقرهم سنا فكانوا يخلفون في رحالهم فكان إذا رجعوا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقروه القرآن فإذا رآه نائما استقرأ أبا بكر رضي الله عنهم حتى حفل شيئا كثيرا من القرآن وهو يكتم ذلك عن أصحابه فلما أسلموا أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على الإسلام وقرأت القرآن وتعلم الدين اللي وفدنا يا نجيب ووفدنا يا نجيب ووفدنا يا بني فزارة أسلموا واتوجهوا وقبلوا وسعرح يوم لهم لمية وعشرين مقاتلنا يوم من دالا قلوم أسقف لنا أيوم دي بوم كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يكا نسطوهم قلو وكمس القرآن دان قطا واحد شاورو حد جمو كبيلو دي با النبي صلى الله عليه وسلم لباس نائ الدهاب ونائ حرير وخواتم وقالوا حيات العبسام على مرأوه وذي بقى النبي صلى الله عليه وسلم مرأوه وخواتم اللي أبسو والحرير والحيات العبسام اللي كلكم سرقوهم النبي صلى الله عليه وسلم يتهاقى يوم اللي حرامته اللي قليبي اليوم لأكين مناسا حابت من الجماعات الشراء وقلهم أرقوهم منه حماوامر صارت عبطا حوام انه اللي يقل ورقوه وطوم ورقوه فعلا وذي بقى النبي صلى الله عليه وسلم وصمعو منه ودي باسلام دعوات دعوات قدما قلما النبي صلى الله عليه وسلم و زي بلو حين بديل قدم يكم مسلمين وحنا مسلمين حين بلو النبي صلى الله عليه وسلم بلو لأكين من هنا الصلاة صعنا عطان عكم انتم اسقا اذا سليب تعبدالليكم واسقا اذا خانزير بالعهل لكم واسقا اذا عيسا كمان ودربية تبلها لكم بلو هceptions اللي بلو طيب منطو كمسال عيسى لتخلق دام الأبعد والله سبحانه وتعالى لأيات الله كرى إنما سأل عيسى عند الله كمثال آدم خلقه من طلب ثم قال كن فيكون عيسى قبي أمره ومن مريم مولدة كمسالهما آدم من طلب الله سبحانه وتعالى كمساله وتكون فيكون بقى بيتبير لهم والآيات اللي نكرى دي بسورة آل عمران والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ يدي بهم اللي آيات قرأ أقلهم وتوم سمعهم وتوم يعني بجزيت قبله وألف حلات قبي بيدي بسحر سفر وألف حلات دي برجب مع كل حل أوقية وزمت دي بقى أتوضي بأمان أتوضي بحرية نايدين أقوها أبي عبيدة عمر بن مجرح ألو أسألو أحمد الله وبركاته أعرف موسيقى